ما تزال العملية العسكرية الأمريكية في يكل والدربيع بمحافظة البيضاء تولد المزيد من الجدل بشأن مشروعيتها وحدود السيادة التي تجاوزتها في إطار علاقة الشراكة اليمنية الأمريكية المثيرة للجدل في مجال مكافحة الإرهاب تداول واسع في الإعلام الأمريكي لنبأ سحب الحكومة موافقتها للولايات المتحدة بتنفيذ مهام قتالية لعملية خاصة على الأرض ضد جماعة إرهابية مفترضة لكن السفارة اليمنية في واشنطن سارعت إلى نفي الخبر الذي نشرته أول ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نفي جاء في صيغة التأكيد على وجوب أن تتم العمليات الأمريكية بالتشاور مع السلطات اليمنية مع اتخاذ إجراءات احتياطية لمنع وقوع خسائر في صفوف المدنيين التزام الحكومة بمواصلة التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة ترن بإشارة ضمنية للحوتيين وردت في بيان السفارة اليمنية في واشنطن الذي أكد أن التعاون يشمل العمل ضد جميع المنظمات الإرهابية لا يتوفر لدى الحكومة اليمنية هامش كبير للمناورة لذا جاء موقفها على هذا النحو تحفظ على العملية الأمريكية التي أوقعت عشرات القتل من المدنيين مع تأكيد على بقاء الغطاء ممنوحا للأمريكيين لمواصلات عملياتهم هو التحفظ ذاته الذي أبداه الرئيس هادي لدى لقائه في الرياض مؤخرا السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولار تأكيد الحكومة على ضرورة التنسيق المسبق قد يكون مفيدا للحكومة الأمريكية التي تواجه انتقادات بفشل العملية العسكرية في اليمن وتحتاج إلى لاء يمنية عريضة يمكن أن توفر مبررا للبنتاجون وإدارة الرئيس ترامب للتوقف عن تنفيذ عمليات مشابهة لتلك التي نفذها الجيش الأمريكي في أكل ولد ربيع في المدى المنظور